مصلّة الضوء على هذا الموضوع مع ضيفنا من إسطنبول الكاتب والمحلّل السياسي السيد علي أسمر سيد علي أسمر أهلا بك معنا لقاء هنية أردوغان اليوم ما نتائجه تحياتي لكم يعني حقيقة بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل أيقنت الولايات المتحدة أنها لا تستطيع إقصاء تركيا عن هذا الملف لذلك رأينا اتصال من مدير استخبارات الأمريكية بمدير جهاز الاستخبارات التركية واتفق الطرفان على أن تدخل تركيا تبذل جهود للوساطة ولذلك اتصل أيضا مدير استخبارات التركية مع هنية واتفقوا على زيارة إلى تركيا واليوم شاهدنا زيارة السيد اسماعيل هنية لتركيا التي كانت مهمة جدا حيث كان في الاجتماع وزير الخارجيها كان في دهان ومدير جهاز الاستخبارات إبراهيم كولن وهذا يعكس مدى أهمية الاستخباراتية والأمنية لهذه الزيارة حيث يعني أعتقد أن تركيا حاليا تحاول جس نبط كل الأطراف الفلسطينية والإسرائيلية والإيرانية أيضا لأنه يوجد هنا مشكلة هي عدم الوضوح تركيا الآن تريد الوضوح بالتعامل مع جميع الأطراف وتريد معرفة النواية الحقيقية والواقعية أشدد على الواقعية لجميع الأطراف لكي ترسم النقاط المشتركة لكل هذه المصالح المشتركة لكل الأطراف وتتقدم في المسار السياسي ماذا يفصد بالواقعية؟ الواقعية أي أنه سابقا كانت الحكومة الإسرائيلية تقول أن هدفها هو أن تقضي على حماس هذا هدف غير واقعي أعتقد لأن حماس هي فكرة مقاومة حماس الاسم التنظيم يتغير ولكن المقاومة ستبقى من ناحية أخرى أن بعض قيادات حماس كانوا يريدون أن ينهو إسرائيل وهذا أيضا غير واقعي لأن إسرائيل وراها الدول العظمى لذلك تركيا تريد تعلم حاليا النواية الحقيقية لكي ترسم النقاط المشتركة للنواية الحقيقية الواقعية أي نريد أن نعلم لماذا هذا الهجوم الإيراني على إسرائيل وإسرائيل على إيران بدون وقوع خسار كبير هل هو استعراضي أم تجربة لأسلحة أم صب الزيت على النار تركيا تريد حاليا معرفة هذه النواية طيب الرئيس التركي لم يكشف عن فحوى اللقاء للصحفيين حقيقة أعتقد أنه كما قلت سابقا هو جس نبط تركيا قبل الهجوم الإيراني على إسرائيل كانت بعيدة أمريكا أقصد تركيا عن هذا الملف ولكن الآن عندما اشتد الوسيط الولايات المتحدة أردت أن تركيا يجب أن تدخل لأن لديها خبرة بالوساطة كما الحرب الروسية الأوكرانية لذلك حاليا تركيا هي بمشوار جديد دعنا نقول وفي المشوار الجديد يعني هو عملية جس نبط لا يمكن الأفصاح عن كل الأهداف والخطوات لأنها عملية جس نبط مشتركة اللقاء ضم وزير الخارجية كما أسلفنا رئيس المخابرات وأيضا كبير مستشاري الرئيس التركي للأمن القومي مع قادة في حركة حماس على رأسهم إسماعيل هنية وخالد مشعل وقادة آخرين هذا اللقاء على أهميته ما الذي يمكن أن يكون قد نوقش فيه هل هناك ترتيب لدور تركي جديد فيما يتعلق بالحرب المستمرة في قطاع غزة باعتقادك؟ طبعا سمعنا بعض الكلام عن أن إن قبلت إسرائيل بحل الدولتين الممكن أن تبقى حماس حزب سياسي فقط أن ترقي السلاح يعني أنا أعتقد تم مناقشت هذه النقطة ولو أنها يعني مبكرة ولكن الآن الأولوية هي لوقف إطلاق النار تركيا الآن تريد أن تعرف من إيران وحماس ماذا يريدون بالتحديد وأيضا ستتكلم مع الطرف الإسرائيلي لكن أنت تربط بين إيران وحماس سيد علي أسمر هل الرابط موضوعي باعتقادك؟ أنا أعتقد أن الولايات المتحدة بعد الحرب بين إيران وإسرائيل لم تريد أن تستفرد إيران بحماس لذلك أرادت أن تتكلم مع تركيا وأن تكون تركيا هي الوصيد بهذا الموضوع لكي تخف الهيمنة الإيرانية لأن الهيمنة الإيرانية ويعني الأهداف الإيرانية حاليا غير واضحة لا لتركيا ولا للأمريكان يعني تركيا تريد إنقاذ حماس من الهيمنة الإيرانية؟ تريد أن تقول؟ لا نقول أنه إنقاذ ولكن الولايات المتحدة تنظر إلى أن تركيا هي دولة في حلف الناتو نهاية وهي تحظى بعلاقات طيبة مع حماس ومع كل دول الجوار وأيضا لها علاقات تاريخية مع إسرائيل وإن الآن يوجد توترات بين الحكومة التركية وحكومة نتنياهو لذلك أنا أعتقد وطبعا تركيا أيضا لديها خبرة في الحرب الروسية الأوكرانية كوسيط ونجحت بذلك لذلك أنا أعتقد أن الآن الغرب والمنطقة يعني رأوا أن تركيا من الممكن أن تكون وسيط لحل جذري لأن تركيا حاليا تريد إيقاف الحرب وإدخال المساعدات ومن ثم تطبيق آلية الضامن حيث تركيا تريد أن تكون ضامن للشعب الفلسطيني على الأراضي الفلسطينية وتريد أيضا حل الدولتين يعني تركيا تعمل الآن بتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية في هذا المسعى بعد هذا اللقاء هل يمكن القول أن هذا الحراك هو حراك ليس تركيا فحسب بل هو حراك منسق على صعيد تركي غربي؟ أنا أعتقد هذا لأن تركيا لنفسها لا يوجد لديها الحل السحري أو المفتاح السحري أي حل أو أي وساطة يتطلب تضافر الجهود الإقليمية والغربية أيضا يعني تركيا هي اليوم بالاجتماع تركيا وعدت حركة حماس أن تقوم بلفت نظر المجتمع الدولي للقضية الفلسطينية وللظلم الذي يقع على الشعب الفلسطيني حاليا هناك أي تركيا تريد أن تنشر هذا الشيء كيوجد نظر إنسانية هذه أزمة إنسانية وليست دينية أو عرقية أو ما شابه ذلك حيث نعلم أن تركيا لديها العديد من المسارات السياسية في الغرب وهي دولة في حلف الناتو ومقربة من روسيا وأيضا لديها القوى النعيمة كالدراما والمسلسلات التي حاضرة عند الغرب أيضا طيب ما المختلف الذي يمكن أن تقدمه تركيا هذه المرة بعيدا عن الهيمنة الإيرانية كما ذكرت وإنقاذ حماس من الهيمنة الإيرانية وفق بعض المحللين في هذا الإطار ما الذي يمكن أن يقدم تركيا لحماس هل ما يمكن تقديمه فقط المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة دعم موقف حماس التفاوضي استيعاب حركة حماس في تركيا في حال كان هناك تفكير بتغيير مقر قيادة الحركة من قطر في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ الحركة نعم يعني تركيا منذ الأزمة إلى الآن هي متمسكة بالمسار السياسي لأنها ترى أن العملية العسكرية هي مضيعة للوقت في نهاية المطاف سوف يجلس الأطراف على طاولة المفاوضات وتركيا تريد أن تكون قوية في تلك الطاولة ضامنا للشعب الفلسطيني حيث رأينا أيضا الوساطة التركية تتميز أيضا عن الدول الأخرى أن لديها جذور عميقة مع كل الدول ولديها أوراق ضغط يعني كما شاهدنا قبل أيام تركيا يعني أعطت عقوبات على 54 مادة صناعية على إسرائيل جنة جنون وزير الخارجية الإسرائيلي والمسؤولين الإسرائيليين وذهبوا شكوا تركيا لأمريكا وتركيا تستطيع أن تزيد هذه العقوبات بالنسبة لمواد الغذائية مواد المسيج لذلك نعتقد أن إسرائيل تخشى من هذه الخطوة أيضا لذلك هو عام الضغط طيب في هذا الإطار وزير الخارجية التركية كان في دان خلال زيارته للدوحة الأربعاء الماضي قال أن ممثلي حركة حماس كرروا له أنهم يقبلون بإنشاء دولة فلسطينية ضمن حدود 67 وبالتالي ضمنيا وجود دولة إسرائيل والتخلي عن الكفاح المسلح بعد إنشاء الدولة الفلسطينية وأوضح في دان حينها أن حماس لن تحتاج بعد ذلك إلى وجود جنح مسلح ستستمر في الوجود كحزب سياسي أعرب حينها عن سعادته بتلقي مثل هذه الرسالة يعني اللقاء اليوم جاء بعد تصريحات في دان هذه بأيام تقريبا هل يعني ذلك أنه يمكن لتركيا أن تضغط على حركة حماس للقبول بتحولها من حركة سياسية لديها جنح مسلح إلى حركة سياسية فقط تمارس العمل السياسي تنخرط في عملية تفاوضية مع إسرائيل بشكل مباشر نعم هذا الشيء الذي قلت قبل قليل الأهداف الواقعية هذا هدف واقعي ومنذ زمن بعيد بعض الدول تسعى إليه ولكن يعني نعلم أن إسرائيل لا تريد هذا الحل وهذه الحركة من السيدها كان في دان وحركة حماسية فكرة ذكية الآن لكي يحصرون ويحشرون إسرائيل في الزاوية يعني الآن نسمع الولايات المتحدة أيضا تريد حل الدولتين يعني ككلام والدول الغربية فالآن الممانع فقط هو إسرائيل فعليها يجب أن تتحمل كل التوابع العناد وتوابع الحرب لذلك نعتقد هذه فكرة جيدة وسوف تحشر الإسرائيليين فتظهر المظهر الإسرائيلي هل حماس توافق على ذلك أصدر سيد علي أصمر قبل إسرائيل توافق أم لا هل حماس يمكن أن تقبل بهذه الرؤية التركية أم تحت الضغط يمكن أن تقول لتركيا نعم حقيقة حاليا هذا شيء مبكر ولكن تم نشر هذا التصريح لكي كما قلت لك حشر إسرائيل في الزاوية يعني حماس أعطت الضوء الأخضر ما استطيع أن نقول لم توافق بشكل كامل لأنه لا يوجد كل التفاصيل والشيطان يكمن في التفاصيل لذلك هذه إشارة إيجابية هذه رسالة للولايات المتحدة أن التعاون أو الوساطة التركية مع حركة حماس سوف تظهر لنا نتائج جديدة جدية يجب على الطرف الإسرائيلي أن يتعامل معها بجدية اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر